أشركوا ضيفي من رمالة أحمد رفيق عود أستاذ الإعلام جامعة القدس دكتور يعني كيف تعلق على هذا الخبر العاجل من أي درجة يمكن الوصول إلى حالة تهدئة والقصف الإسرائيلي ما زال مستمرا على قطاع غزة على المدنيين على البنايات السكنية وعلى بعض المؤسسات تفضل دكتور مساء الخير لك والبراسليك والمشاهدين أعتقد أن هذه المرة هذه المواجهة هي تفاوض بالنار هي حوار بالميدان عمليا وأعتقد أن التهدئة لا أعتقد أنه سيكون هناك عودة إلى معادلة الهدوء مقابل هدوء أعتقد أن هذه المواجهة ستفرض واقع جديد الواقع الجديد يعني معادلة جديدة لأن الطرفين على فكرة بحاجة لها إسرائيل بحاجة إلى معادلة جديدة وفصائل المقامة أيضا بحاجة إلى معادلة جديدة تكسر حالة الحصار حالة الخداع حالة التحكم في المعابر في الوقود في الكهرباء في مساحة الصد في مشاريع التشغيل في الأموال حتى بالهدوء لأن الفصائل المقامة عملية الآن ظهرها إلى الحائط يجب أن تقدم شيئا لجمهورها لأنه إذا عادت بمعادلة هدوء مقابل هدوء إذن لماذا هذه الدماء وهذه التضحيات وهذه المواجهة المتوحشة لا أنا أعتقد أن هذا الكلام الذي تقوله القناة الثانية أعتقد له علاقة بالحروب النفسية وإطلاق الإشاعات وتوهيد الصفوف والقول أنه لا هذا الكلام كذلك كل مرة أعتقد لا هذه المرة مختلفة قليلا أو كثيرا ربما طيب ولهذا السبب الكل ما هو الهدف الإسرائيلي من هذا التصعيد يا دكتور ما هو الهدف ما هو المرجو من هذا التصعيد هل هناك أهداف سياسية وأخرى ميدانية لأن القصف الإسرائيلي يا دكتور طال مبنى جهاز الأمن الداخلي أتابع لحماس أي أن الأمر متعلق بالمدنيين من جهة وأيضا بالشقة السياسي والعسكري والميداني من جهة أخرى دكتور رفيق على فكرة أخي محمد هذا السؤال جدا مهم برأيي وباختصار أقول هذا كلام طويل برأيي أنه الهجوم على غزة هو جزء من عملية سأر جزء من عملية إعادة الهيبة ترميم كوت الردع كسر الكوى المتصاعدة في غزة غزة جزء من معادلة إكليمية ودولية إسرائيل غزة تتحول فيها إلى شوكة في الخاصرة وبالتالي إسرائيل تريد أن تصل إلى تسوية ما بغض نظر من يحكو بغزة لا وبالتالي برأيي أنه هذه الأسباب مجتمعة تجعل من إسرائيل تذهب طيلة الوقت إلى ضرب غزة لكل ذلك للثقر للردع لكسر المعادلات لوقف هذا التنامي الكوى لكسر الأحلاف معينة لإرسال رسائل معينة وبالتالي نعم إسرائيل لا تتورع أن تضرب المدنيين من أجل كسر أي معادلة يمكن لغزة أن تقوم بها غزة لم تعد مجرد جيب محشور في بطالة غزة جزء من معادلة إقليمية ودولية وإسرائيل تعرف ماذا تفعل ولهذا السبب أن ترى هذا التوحش أن ترى هذه الإنسانية في الضغط على الخاصرة الهشة لقطاع غزة من أجل أن تكسر كوة الفصائل الفلسطينية فيها اشتركوا في القناة